ما هي تكلفات الاعتماد على اللغة الفرنسية لعقود الجانبية المغربية؟ هو الوضع الذي نعيشه اليوم من تخبط لغوي مؤلم تخبط لغوي مؤلم المصاري اللي مشافيه المغرب والحكومات متعاقبة أخطأت التاريخ المرفع عن الشعار التعريب والمغربة والتوحيد المبسينا في التعريب وصلنا البكالورية وقفنا وقاتل الجامعة بدون ذلك وأصبحنا نستقبل تلاميذ الممتاز منهم يتقن العربية ولما ينتقل إلى الكلية إلى الجامعة تقول لي مضطر يقراب الفرنسية فسجده يعني في الهدر الجامعي بكل ما الهدر الجامعي اليوم واليوم أؤكد لك بشهادة أساتذة مرموقين وكل أساتذة الباحثين في المغرب يصلون تلاميذ لا يتقنون العربية ولا الفرنسية ولا الإنجليزية ولا الإسبانية ولا الدارجة حتى تسولوا الدارجة وما يعرفش علاجه لأنه ما يسمى اليوم في الإصلاح دي السيميراوي والإصلاح اللي كان جايبه السيأمزازي دي المهارات الناعمة والقوية وغيرها يأسمى لأشياء يجب أن تدرس في رياض الأطفال لما يكون عنده عامين وثلاث سنين يتعلم كيفاش يتكلم وكيفاش يسكت وكيفاش يضحك وكيفاش يلعب وهو يكبر وتكبره معه هذه المهارات اليوم تيجي يسير ميراوي وقبل من نسيأمزازي تيقول كاسيدي يجيك الطالب عنده 24 عام علموا كيفاش يكتب رسالة خرجوا كيفاش يقول كيفاش يتكلم علموا كيفاش يدير لانتروتيا مش يشغل الأستاذ الباحث هذا الأمر ثم من سيدرس هذه المهارات الناعمة منها والقوي ومن سيدرس اللغات اليوم عندنا خصص في الإنجليزية في التناوي تربية ووطنية خصص كبير عندنا خصص في الفرنسية وعندنا خصص الأمم الإيطالية واللغات الأخرى حديث ولا حرج وتتجي وتتقول له خصني الإشهاد شنوه الإشهاد دابع المشروع اللي يجيب وانا الطالب غير يدخل وتيقول لك ما نعطيش الديبلوم حتي يجيب لي إشهاد منين ديال في واحد المستوى كانوا تيقولوا ببيدو دابعو لو تبطوا لتيقولك ببيئة وغيقولك غيرتعلم طالب اللغة في البلاتفورم يعطيني الطالب اللي يمكن يتعلم اللغة في البلاتفورم دابع عنا مليون و350 ألف طالب يعطيني غير مية من هؤلاء يمكن له يتعلم اللغة في البلاتفورم الإنسان اليوم ولا دماغو تالف طاير تعطيني بلاتفورم يتعلم الإنجليزية لو كان البلاتفورم يتعلم اللغة كرة العالم كله يتحدث بالبلاتفورم ومتنسوش تتابنو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر